ماتش سينبا تلعبه ازاي يا كابتن احمد؟ يعني اتفضل كنت بقى اقول في بداية الحلقة انه العشرين يوم اللي جايين عندنا فيهم سبع ماتشات كلهم ماتشات يعتبروا باستثناء ماتش الكاس يعني بس كل ماتشات بعد كده ماتشات تقيلة لو الاهلي انت عارف غايب عن الدور يبقى له فترة وعايز يعوض من المؤجلات الرصيد من اللي قتل ليسمح له بتصدر الجدول فالماتشات كلها تبقى مطلوب من الاهلي ان يحقق فوز فيها وماتش سينبا اللي جاي ده بداية المشوار هل تفضل انك انت اللعبة اللي كانت بعيدة في الفترة الاخيرة تديها في الملعب ترجع حد زي ناصر تدي حد زي اكرم ترجع الكهرباء مرة تاني تدي لحد ما كانش الناوي علي لطفي او شوبير ولا تلعب بالتيم اللي انت بتلعب بيه ومثبت تشكيلك عليه بقاله فترة انا من رأي التشكيل زي ما هو الناس اللي هي اخر فترة بتلعب انا من رأي ان الناس دي تكمل لان هم حاسين بالموقف وفي نفس الوقت رجليهم في الملعب فانا مطش برضو مطش صعب يعني مطش مش سهل خاصة ان برضو الناس اللي هي بتلعب حاليا لعبة المطش الاولاني في عارفة نقاط الضعف ونقاط القوة في سينبا لكن هجيب حد من بعيد ما احترامي طبعا هتبقى صعبة جدا وهتبقى مخاطرة وفي نفس الوقت بعيد عن الفورما بعيد عن المطشات فهو لعب الكورن ما كانش رجله في الملعب بيتأثر جدا مهما كان هو مين انت كنت في الملعب واكيد يمكن اكتر حد يكون حسس بالعب النادي الاهلي وانا مقدر دائما وبحط بين قصين المجهود البدني الرهيب اللي بازلوه من ساعة ما رجعنا من الكورونا يعني بعد ما توقف النشاط السنة اللي فاتت ورجعنا من الكورونا تقريبا اللعيبة ما خدتش نفسها لغاية النهاردة وبيطلعوا من بطولة يدخلوا على بطولة ويتم تتوجهم ببطولة يدخلوا على بطولة تانية هل انت شايف انه جزء من اللي حاصل انه اللعيبة متشبعة ان اللعيبة مجهدة وازاي اللعيبة تخرج من الحالة دي دور الجهاز الفاني دور كل لاعب برضو عشان يطلع من الحالة دي هو ده سبب وسبب كبير جدا طبعا ضغط المباريات يمكن احنا لو بصيت على الدوري الاوروبي فيه ضغط مباريات مع منتخب مع تشامبزليج مع دوري اوروبي لكن احنا في مصر مش متعودين على ضغط المباريات فدي طبعا بنسبة كبيرة جدا رقم اتنين طبعا اكيد في الجهاز الطب بيقدر يعمل استشفى تاني للعيبة وتقدر ترجع تاني وفيه خطة تدريبية طبعا بيشتغلوا عليها فما اعتقدش ان التدريب هيبقى حملة اوفر مع المطشاط لكن لا انا شايف ان الدنيا ان شاء الله الفترة جاية تبقى كويسة